موسيقى أهلا بكم تستخدم العديد من دول العالم الدعم الإغاثي والتنموي والقطاعات الرياضية والإعلامية والثقافية والبيئية ومراكز الأبحاث وغيرها كجزء من الدبلوماسية العامة إلى جانب دبلوماسيتها السياسية وتهدف لبث روايتها والتأثير بالرأي العام العالمي لصالح سياساتها ومواقفها منذ أحداث السابع من أكتوبر وما تابعها من مجازر إسرائيلية بحق الأطفال والنساء والشيوخ ونحن نشهد تعاضما في التعاطف والتأييد من قبل الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية والحقوق بشكل عام تطالب بوقف حرب الإبادة التي تجري في قطاع غزة فهل كان للدبلوماسية العامة الفلسطينية دور في ذلك؟ في هذه الحلقة الخاصة التي تنتجها وطن بشركة مع مفتاح نصلط الضوء على الدبلوماسية العامة ودورها في فطح حرب الإبادة الجارية في قطاع غزة للحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب في هذه الحلقة بمدير برنامج الخطاب العام والتواصل في مؤسسة مفتاح زيد عام علي أهلا وسهلا بك شكرا والدكتورة دلال صائب عريقات الأستاذة الجامعية في الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي أهلا وسهلا بك أهلا بك نبدأ معك زيد هل نجح الفلسطينيون فعلا برأيك في ممارسة الدبلوماسية العامة لصالح القضية الفلسطينية؟ شكرا على الإستضافة بالبداية أفكر أن النجاح لسه الكامل ما وصلنا بمعنى لسه في حرب إبادة قائمة على غزة ولسه شعب الفلسطيني مانع الحرية وحقوقه فبالتالي دمنا طريق طويل للنجاح الكامل وفي مجال كثير ينعمل أكثر ولكن ماذا حققنا لغاية هذه اللحظة؟ حققنا النجاح إلى حد ما وبالمناسبة النجاح ليس فقط ينسب للفلسطينيين كأفراد ونشطاء وناشطات ومؤسسات حكومية وغير حكومية ولكن كمان حلفاءنا حول العالم كان لهم دور كبير في هذا النجاح اللي منشوفه وبتخيل هذا النجاح ملموس أكثر بالفضاء الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل أساسي وهو جهود أو نجاح غير منظم أو غير مؤسس وفي أغلب الأوقات مثلا إذا نقيس أداء المؤسسات الرسمية بهذا الجانب نحكي أنه في نجاح صغير وهو بفضل جهود شخصية بأغلب الأوقات على سبيل مثلا نشوف دور سفيرنا في لندن حسام زملط وأداءه الإيجابي ولكن هذا مش سياسي معممة على كافة المؤسسات الرسمية فبالتالي في نجاح إلى حد ما بفضل جهود العديد من الفلسطينيين ومن حلفاءنا حول العالم ولكن في مجال تعثر رسمي تعثر رسمي خلنا نحكي ترى ما رأيك بما يقوله عن التعثر الرسمي تحديدا في هذا الموضوع على التطفق مع هذا الطرح أم لا؟ باتفق بس قبل ما أكمل عن حكي زميلنا زيد بحب أتطرق لموضوع أنه إحنا كشاف فلسطيني بشكل عام يعني مع المآسي اللي إحنا بنعاني منها باستمرار تحت آلة الحرب يعني والعدوان الإسرائيلية جرائم حرب متكررة جرائم ضد الإنسانية نقل قصري وتهجير قصري ومخالفات لكل ما هو يعني واضح وصريح في القانون الدولي وقانون الدولي الإنساني ومخالفات لمواد الأمم المتحدة وبالتالي بس حبي أنه نبدأ من خلال من نقطة أنه أنا ما بألوم المواطن الفلسطيني العادي اللي ما بيأمن بالأدوات الدبلوماسية نعم وبحكيلي بشكل عام ومباشر أنه أنت بتدرسي دبلوماسية وقانون دولي ولكن عندنا بأنه يعني نيجي نطبق نظرية للواقع للأسف يعني كله حبر على ورق ومن هون أنا حبي نركز على هذا الموضوع اليوم ونحكي شوي من ناحية علمية أنه يعني فيه أنا بحب أحكي عن جوزيف ناي وعن كمان واحد اسمه أنهولت اللي هم المفكرين اللي حكوا كتير في الدبلوماسية العامة وعرفوا الدبلوماسية كقوة ناعمة وهذا هو الموضوع اللي إحنا كشعب فلسطيني منملكه كمصدر أمن قومي بالنسبة لإلنا اللي هي القوة البشرية اللي إحنا عنا الموارد البشرية اللي متمتع فيها عنا قصص بطولية للشعب الفلسطيني للأسف على مدار العقود السابقة مش بس بتقصير مننا ولكن كان في كتير عوامل تانية لعبة الدور بأنه أخرجت صورة سلبية عن الشعب الفلسطيني أخرجتنا بكثورة الضحية دائما أخرجتنا كصورة يعني وسامحوني على التعبير الشحدين اللي دائما إحنا بحاجة للمساعدات أو متكلين على المساعدات الخارجية يعني أخرجت الصورة ضعيفة لشعب الفلسطيني ولكن الحقيقة اللي بيعلمها كل واحد فينا إنه الشعب الفلسطيني عنده كتير قصص نجاحات وبطولة هل هذا ضعف الدبلوماسية الرسمية؟ شوف الدبلوماسية الرسمية إشي ودبلوماسية العامة إشي تاني ولكن الدبلوماسية الرسمية تستطيع أن تنظم وتقود الدبلوماسية العامة وهذا الفرق إنه تعريف الدبلوماسية الرسمية هي عبارة عن العلاقات الخارجية على مستوى السياسة الدولية بأقل الطرق وأقل التكاليف ودون استعمال أي شيء لدخل بالعنف هاي بتكون عبارة عن قنوات رسمية من خلال بشكل عام وزارات الخارجية بتمثيل دبلوماسية اللي ترقت عليه أنت مثل بعمل السفراء وغيرهم وهن بحب أنوه إنه يعني الوظائف الدبلوماسيين حسب القانون الدبلوماسي الفلسطيني وحسب القوانين الدبلوماسية الدولية يعني لفييننا بـ 61 و 63 القانون للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وظائف الدبلوماسي واضحة جدا مهمة الدبلوماسي وواجبه أخلاقيا وقانونيا أنه يمثل شعبه ووطنه وقضيته ورقم اثنين الجالية وبالتالي ما يقوم به طبعا سفيرنا في لندن وأنا بحترمه جدا وهو عزيز صديق صديق عزيز عليه يعني هو المثال والنموذج الذي يجب أن نشاهده كشعب فلسطيني في كل سفراءنا ومن لا يتمثل بالمهارات التي يتمثل فيها حسام وغيره وهو ما بدي أنا يعني أحكي عن الجميع مقصرين ولكن هذا هو المستوى الذي يليق بسمود الشعب الفلسطيني وبعدالة القضية الفلسطينية يعني للأسف في بعض السفراء يعني وضعهم على سبيل المثال في اللغة الإنجليزية في اللغة الخطابة ضعيف جدا وضعهم في التعامل مع الكاميرا برضو كان ضعيف جدا في هذا الموضوع فبالتالي كيف سيؤثرون على الشعوب وبالتالي هناك كثير من الملاحظات على هذا الموضوع أنتقل إليك يا زيد هل نستطيع القول أن الدبلوماسية العامة اليوم تفوقت على الدبلوماسية السياسية الرسمية؟ نوعا ما هي الدبلوماسية العامة خصوصا اللي بيقودها الشعب وليس الأدوات الرسمية هي بلقت فراغ وقدرت أنها تعبئة إلى حد كبير وهذا الفراغ زي ما حكي أنا بسبب تعثر أو تقسير المؤسسات الرسمية إذن نحكي عنه أو الشخصيات الرسمية فقدرت أنها تجيب نسبة دعم كبيرة للقضية الفلسطينية قدرت أنها تنشر الرواية الفلسطينية زي ما حكينا بشكل أساسي على وسائل التواصل الاجتماعي بيظل كل الحظر اللي بيسير على المحتوى الفلسطيني طبعا من منصات معينة على السوشال ميديا بيظل كمان انحياز وسائل الإعلام التقليدية الغربية لوقت كتير كبير بس هلأ نقدر نشوف أن الفلسطينية عم بتمكنوا أنهم يستعملوا هذه الدبلوماسية العامة اللي هي من الشعب إلى الشعب نعم عساسي ينشر الرواية الفلسطينية ينموا الوعي عند الشارع الغربي اللي احنا عم نشوفه بالألاف على الشارع فبتخيل دي الماسية العامة هي عامل كبير من الأسباب اللي عم بنزلوا عليها هذول الناس بالألاف بالشوارع وبطالبوا حكومتهم بالتدخل سواء لوقف الإبادة بغزة أو لا وبالتالي هي زارت من حجم التعاطف الدولي والعالم مع القضية الفلسطينية أكيد بالطبع بتخيل ناحية شعوب وهذا شيء مهم لأننا بالنهاية الدبلوماسية ليس بس نمارسها بين أطراف رسمية بين دولة ودولة سفير وسفير وزير ووزير ولكن كما نحاول نأثر على الشعوب هناك سواء كمؤسسات رسمية أو كناشطين وأفراد لأنه بالنهاية الهدف واحد هو تغيير السياسة الخارجية لهديك الحكومة فبالتالي يمكن أن نكون بشكل مباشر من خلال أدوات الرسمية أو من خلال ضغط الشعبي دكتورة هل استطاعت الدبلوماسية العامة تأثير على الحكومات ليس فقط على الشعوب وهل من أمثل على هذا الموضوع شوف من تعريف الدبلوماسية العامة أنت بتستهدف الجماهير في الدول الأخرى يعني بهدف التأثير في قلوب وعقول الجماهير أملا بأنه رأي العام بنعكس في السياسة الخارجية لهذه الدول وبالتالي إحنا ما شاهدنا في مظاهرات مختلفة في العواصم العالم في الوضع الطبيعي للدول الديمقراطية يجب أن ينعكس الرأي العام في السياسة الخارجية لحد الآن للأسف لم نصل لهذه الدرجة من تطبيق الديمقراطي الصحيح لعكس الرأي العام في السياسة شفنا كثير تغيرات في كثير من الدول يعني حتى في مواقف دولة مثل أستراليا كندا طبعا إسبانيا مش جديد ولكن زاد إيرلندا بلجيكا يعني فيه تغيرات حتى بريطانيا يعني صار حتى أمريكا لحد ما أمريكا ولكن أنا أحكي على مستوى تأثير الرأي العام ولكن في المقابل خسرنا بعض الدول مثل الهند على سبيل المثال شوف الهند يعني علاقتهم الدبلوماسية مع إسرائيل قوية جدا لعدة عوامل طبعا منها الصراع اللي هم طبعا بعانوا منه تاريخيا وكمان بدنا ننسى أهمية عامل المصالح يعني إسرائيل نجحت بأنها تكسب كثير من دول العالم بعلاقات ثنائية على أساس أنه هي الدولة المتفوقة تكنولوجيا والستارت أب نيشن وهذا الكلام دخل بالتواصل والاتصال ولكن صار في تغيير من خلال الدبلوماسية وهون بدأت أتدق من الموضوع الدبلوماسية الرقمية في الدبلوماسية العامة وخاصة مثلا لما بنحكي عن التيوي ديبلوماسي اللي هي دبلوماسية تويتر إحنا كشعب فلسطيني مقصرين جدا 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 يعني هو إحنا منقيص تويتر ديبلوماسي منقيصها من خلال مقياس موجود في مركز دراسات في تركيا بيقيصها على أساس صفحات الرسمية لوزارات الخارجية أو المنظمات الرسمية لكل دولة على تويتر هلأ إحنا إذا طلعنا مثلا على صفحات منظمة التحرير الفلسطينية أو على صفحات وزارة الخارجية الفلسطينية إنت لازم تقيصها من خلال اللغات المستعملة الرسائل اللي بتنبعات قديش بتم الريتويتينج على هاي المنصة اكس سوريا حنا عم نحكي تويتر فمنشوف إنه إحنا أداءنا كفلسطينيين على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي خلينا نكون صراحين مع أنفسنا يعني إحنا كفلسطينيين موجودين على ساحة منصة اكس متفاعلين مع العالم سياسيا لأن منصة اكس معروفة إنها هي مكانة الفضاء الاجتماعي السياسي وأنا يعني من هون بدي أبعث رسالة من خلالكم إنه إحنا كشعب فلسطيني ممكن من خلال المدارس حتى وزارة التربية والتعليم إنه نركز على أهمية إنه كل شاب فلسطيني خلينا أحكي بعد سن الخمسة عشر أو ست عشر سنة يكون في عين تفعيل لهذه المنصات مش مش نكون على الفيسبوك وعلى الصور وبس على أشياء الحياتية المجتمعية والأشياء الخطحية ومحتوى فلسطيني نعكس واقع القضية الفلسطينية نعم صحيح أنتقل إليك زيد هل تعتقد أنه الدبلوماسية العامة في فلسطين محتضنة بالشكل الكافي من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية بتخيل لا نقدر نحكي عن تقصير هون لأنه ممكن نلاحظ أنه فيه خطوات معينة نظرية أو مبدئية بحيث أنه مثلا بتلاحظ أنه فيه دوائر أو أقسام معينة في المؤسسات الرسمية الحكومية مثل الخارجية أو منظمة التحرية بتكون هي معنية ودورها تطوير الدبلوماسية العامة والرسمية والرقمية عفوا ولكن عندما نظهر على أرض الواقع وعلى تطبيقها كما تفضل الدكتور دلال كم المحتوى الفلسطيني الرسمي يتمنشره بطريقة جيدة من خلال السفارات و بلغات مختلفة نلاحظ أنه على أرض الواقع الدبلوماسية العامة ليست محتوى أنه فيه الكفاية ممكن الوعي المبدئي موجود رعاية تحتاج إلى رعاية 100 مطار رعاية وتطوير كما أنت تفضلت في البداية يجب أن يكون الطاقم الدبلوماسي الذي يريد أن يمارس هذه الأدوات العصرية الجديدة يجب أن يكون مناسب لها يقدر أن يواكب الوسائل التواصل الاجتماعي يقدر أن يستعملها وهذا الأشيء نحن لا نرى حتى عامل العمر بلعب دور هنا ما يخص المسيح الرقمية بشكل خاص طب دكتورة ما المطلوب إلى جانب الأمور التي ذكرتها سابقا موضوع الترجمة واللغات وإلىها إخره ما المطلوب أيضا من السلطة الفلسطينية حتى يكون هناك رعاية بشكل صحيح للدبلوماسية العامة شوف مطلوب على مستوى الدبلوماسي الرسمي أولا من السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية بالتحديد أنها فعلا تتفاعل هذه الأدوات وأنها تنفذ القانون الدبلوماسي الفلسطيني بدرجة الأولى يعني اليوم إذا طلعنا إحنا على الجهاز الدبلوماسي أو على ممثلين فلسطين حول العالم تلاقي كثير مخالفات للمواد 18-17-20 بما يخص العمر بما يخص سنوات الخدمة هناك تجاوزات ومخالفات كثيرة للقانون من رأس الهرم يعني القانون الدبلوماسي الفلسطيني رائع من ناحية النظرية رائع جدا نحن بحاجة لإنفاذه حتى نصلح المنظومة الدبلوماسية الرسمية مثل ما حكي إحنا بدنا كمان وجوه الشباب مش بس علشان وجوه جميلة وعشانها بتوصل لقلوب العالم أسرع ولكن أدوات الشباب تختلف عن أدوات الأعمار المختلفة أنا ما بستطيع أنه أحكي أنه أنا بمتلك كل أدوات المهارات اللي بمتلكها ابني اللي عمره 15 سنة كل يوم فيه أدوات جديدة وكل يوم فيه مهارات جديدة وبالتالي الدبلوماسي بيعرف كثير منها أنه فيه كثير مهارات لها دخل بالتواصل باللغة بالثقافة بالمعرفة بشكل عام فيه كمان أشياء نعتبرها common sense يعني أشياء بالفطنة لازم يتمتع فيها الدبلوماسي الحوار والخطابة القدرة على التواصل مع الجماهير المختلفة من خلال التواصل مع الجماعات المختلفة في الدول والفئات المختلفة في الدول مش بس نركز على الجانب الثقافي والمطبخ الفلسطيني والتطريز الفلسطيني كلها الأمور مهمة جدا يعني أنا لا أنتقس من أهميتها ولكن برضو الرواية يا جماعة يعني أنا بعرف وسمعت على لسان الرئيس أبو مازن أبل كم من شهر حكى عن أهمية الرواية يعني حكى وتبنى الموضوع حكى قدش هو مهتم في الموضوع ولكن مفهوم الرواية لازم إحنا كمان نعرف كيف نوظفه أول شيء بدنا نبني رواية بدنا نوحد الرواية بدنا نحط أدوات واضحة من وزارة الخارجية بدنا نحط اللي بنسميه زي الـ Talking Points اللي هي نقاط الحديث من وزارة الخارجية اللي بدأت نبعت بشكل يومي لكل ممثليننا في العالم هذه هي نقاط الحديث اللي نحق عنها اليوم رح أصلك بشكل خاص سؤال خاص عن الأدوات اللي بتخترحيها من أجل تطوير هذا العمل بشكل أكبر ولكن الانتقال إلى الأستاذ زيد كيف ممكن نقدر اليوم نعمل تكامل ما بين الدور الدبلوماسي العام والرسمي من أجل خدمة أهداف قضيتنا الفلسطينية على المستوى الدولي زي ما حكيت الهدف واحد بكل هذه الجهود سواء رسمية أو عامة وسواء بتقودها مؤسسات رسمية أو مؤسسات شعبية ونشطة الهدف أنه ننشر الرواية الفلسطينية ونزيد الوعي وبالنهاية طبعا نأثر على السياسات الخارجية لهذه الدول والحكومات من خلال شعوبها ومن خلال الأدواتها الرسمية التكامل ضروري ولازم يكون فيه أكثر من طريقة ولكن في البداية يجب أن يكون هناك إصلاح كبير في السلك الدبلوماسي الرسمي الفلسطيني ومن خلال الوزارة الخارجية لأنني أعتبرها وزارة الدفاع الفلسطينية لازم تكون كما تفضل الدكتور دلال سلاحنا روايتنا والحقيقة بكل بساطة لأننا لا نمتلك القدرات العسكرية والاقتصادية وبالتالي هذا يجب أن يكون أهم تركيز لأننا كمؤسسات رسمية فلسطينية في نفس الوقت ممكن يكون فيه تكامل طبعا أن الجهات الرسمية تكون بجهود رسمية وأصدل تستهدف الجهات الرسمية والجهات الجماهيرية والشعبية في نفس الوقت من خلال الشارع الفلسطيني كمان نحن لدينا عدد كبير من النشطاء والناشطات وستعملوا أدوات مختلفة يعني اليوم دور التكتوك على سبيل المثال كيف يكون كثير من الناس بشاهدوا أشياء تافه ولكن كيف يمكن أن تغير من نقل الحقيقة والرواية الفلسطينية بالتالي لازم يكون فيه تكامل بين كل هذول اللاعبين خلنا نسميهم اللي بيخوضوا الدبلوماسية سواء بشكلها الرسمي أو العام الشعبي وطبعا بسوء يكون فيه تنصيق بين كلها الأدوات طبعا في الوضع المثالي زي ما تفضل الدكتورة يكون الرسالة والهدف موحد ونقدر ننشره من خلال أكتر من قناة قنوات الرسمية والعامة والرقمية وإلى آخره فالمجال للشغل والتكاملية كثير واسع والأفق كبير للعمل ولكن لازم يكون فيه زي ما حكينا وعي أكتر من كل الناس الجهات الرسمية والشعبية وكمان لازم يكون فيه جدية أكتر وخطوات إصلاح حقيقية نعم دكتورة قطعتك قبل قليل لما كنت تحكي عن موضوع الأدوات والوسائل التي يجب استخدامها ما هي الأدوات والوسائل الأمثل من أجل تطوير واقع الدبلوماسية العامة حتى تصل لأكبر قدر ممكن من العالم عندنا كتير أدوات موجودة وإذا إحنا فهمنا أصلا شو ما فهوم الدبلوماسية وشو ما فهوم التواصل الاستراتيجي لو ركزنا على فكرة أنه إحنا بدنا نكون جذبين للعالم إحنا ما بدنا ننفر العالم منه يجب علينا أن نظهر أجمل ما لدينا سواء كان من خلال التطريز أو الطعام أو قصص النجاح عندنا رسمين، عندنا فنانين عندنا راقصين، عندنا ممثلين عندنا في الأكاديميا، عندنا في الشعر في الكتابة، في الرياضة في كل أنواع الفن والرسم لازم نوظف كل هذه الأدوات يعني عندنا كتير قصص نجاح وبطولات وبالتالي لازم نركز على عامل الجذب وما يجمعنا مع شعوب العالم حتى نصبح أكثر جاذبية لهذه الشعوب وأنهم يشوفوا فيه مصلحة لهم بالتعامل معنا لازم نركز على هذا المنطلق مش دايما نفكر بس بأنه منطق الحق والعدالة هو اللي سيوصلنا للأسف كنت أتمنى أن مبادئ حقوق الإنسان والقيم الإنسانية هي اللي ستسود اليوم ولكن المصالح هي اللي ستسود اليوم فعشان نحن نوصل للعالم كله ونؤثر فعلاً ونكسب هذا العالم لطرفنا نحن بحاجة أن نكون عن جد أكثر جاذبية وأن نفكر كيف نصدر ما هو جميل لدينا ما هو إيجابي لدى الشعب الفلسطيني ولدينا الكثير الكثير هلأ إحنا كشعب فلسطيني غير قصص الصمود والبطولة والنجاحات لدينا قصص نجاحات تتعلق في المرأة مثلاً يعني إحنا لدينا الكثير من نجاحات تتعلق في الشباب في الرياضة فلسطين عندها كنز مش مورود في العالم كله واللي هي أنه إحنا يعني بهد المسيح وأرض الديانات كلها الأرض المقدسة يعني هاي أمور إحنا ممكن نركز عليها نستثمرها ونوظفها لخدمة القضية الفلسطينية اليوم لما إحنا منعاني من يعني جرائم حرب وإبادة ضد الشعب الفلسطيني لما الفلسطينيين بنحرموا من الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لما الكنائس يعني وما كان ميلاد سيد المسيح بإعلن حداده على أرواح الفلسطينيين المدنيين تحت ألف المسيح كان المفروض نوظفها أنا باعتقادي كان مفروض نوظفها على مستوى البلديات وأنه نعزم رجالات الدين من كل العالم ووزراء الخارجية من كل العالم أنه يجوا يحيوا عيد الميلاد من أرض الميلاد من مهد المسيح طبعا كشهادة على جرائم الحرب بتكون فيها إسرائيل يعني إحنا لازم شوي نغير بأدواتنا بالشكل الصحيح زي ما حكيت لك عندنا كتير أدوات قوة قصص نجاح وبطولات للأسف إحنا لسه عم نعيد اجترار وتنفيذ نفس الأدوات خليني مثلا أذكر مثال صغير معاكم ويمكن في ناس كتير يختلفوا معاي بالرأي مثلا أداة الإدراب أداة الإدراب الدولي اللي صارت قبل الأسبوعين هي أداة إيجابية لأنها صارت على مستوى دولي ولكن إحنا كشعب فلسطيني لما إحنا مندلنا نوضف الإدراب بشكل كم من يوم وكل كم من يوم أنا بعرف أنه يعني التعاطف على مستوى شعبي مهم جدا والشعور بالغير مهم جدا ولكن إحنا لما نوقف المسيرة التعليمية والمسيرة التجارية والاقتصادية تبعتنا إحنا منظر أنفسنا وبالتالي هاي أداة استعملناها على مدار أكثر من 35 عام أجل اليوم أنه ننتبه لأنفسنا أنه يضرتنا على المستوى الداخلي وما فدتنا والإدراب لازم يكون خارجي ودولي أكثر من أنه يكون محلي على مستوى الرسائل ما نظهر دايما بصورة الضحية صورة اللي بيسأل وبده المساعدات المالية نعم لازم نظهر أنه إحنا أصحاب حق نحن حرقنا في هذا الموضوع خلص بكفي بكفي لازم إحنا نظهر أنه إحنا أصحاب حق إحنا أقوياء إحنا متعلمين إحنا ندينا الكفاءات وبالنسبة لتمثيلنا الدبلوماسي يعني لازم نعيد النظر في من يمثلنا ما احترام إلى الجميع في كفاءات لدى الشعب الفلسطيني والشباب والمرأة الفلسطينية يجب أن تظهر للعالم العالم بحاجة أنه يشوف من هو الشعب الفلسطيني يعني حتى في كتيرات عم تسأل مين بمثل الشعب الفلسطيني وأنا بحكي لكم مثالتي الواضحة جدا نموذج سفيرنا في لندن يجب أن يكون النموذج الطبيعي والعادي مش الاستثنائي صحيح وكل من لم يوظف أدواته ومهاراته وكفاءته بهذه الطريقة يجب أن يسائل نفسه هل هو مناسب لهذا المكان أم لا؟ أنتقل إليك زيد البعض يقول الدول أنشأت وكالات إغاثية وتنموية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وغيرها بميزانيات ضخمة وهذه كانت جزء من التبلوماسية العامة التي تستخدمها الدول لكن موقفنا كفلسطينيين لم يتغير ولم يتم تجين شعبنا لغاية هذه اللحظة هل تتفق مع هذا الطرح؟ وبرأيك هل فشلت التبلوماسية العامة الغربية في السيطرة على أفكارنا وعلينا في فلسطين ما رأيك بذلك؟ أتخيل آفي أذكرني بتقرير عن عمل الـ USA الذي ندرج تحت هذا السؤال أتخيل أنه لا يمكنك أن تحصل على أمريكا إلا حد ما نلاحظ أن كل هذه المشاريع التي تكون فيها حكومات مثل أمريكا تكون حريصة أن تضع إشارات أن هذا الشارع مثلاً نعمل بدعم من الشعب الأمريكي أو من وكالة التنمية الأمريكية إلى آخره ولكن من أن نظر أنه السياسة الخارجية لهاي الدول بدأ شيء سلبية بتفوق الحركات الإيجابية البسيطة التي يحاولونها من خلال هكبرامج فبالتالي طبيعي أنهم يفشلوا ومش بس بفلسطين بتخيل هناك تجارب مشابهة بدول تاني من دول اللي ما تسمى بينامية طبعاً لأنه في كثير من دول حريصة أنها تقدم دعم تنمويخة نحكي لهاي الدول اللي هو بندرج تحت طبعاً مفهوم الدبلوماسية العامة ولكن لازم يراجعوا سياستهم الخارجية وقديش ضررها السلبية أكبر بكتير من هذه الخطوات الصغيرة الإيجابية بيعتبروها والغرب كان حريص جداً عندما سيهل عامي خصوصاً بعد 11 سبتمبر والحرب ما سميه بالحرب على الإرهاب طبعاً ونكسب قلوب وعقول الشعوب هاي في الدول النامية عساس سير في إلها نظرة إيجابية لهاي الدول الغربية ولكن ما تخيل اليوم الغرب لسه عم بفشل وحتى مواقفه وخلال الحرب الإبادة عم تصير على غزة كمان عم بعزز الفشل تبعهم بهذا الجانب لأنه عم بظهروا أنه هم دول منافقة وبتكيل بمكيالين اللي بتعملوا بأوكرانيا غير بتعملوا في فلسطين بالسودان بالكونغو اليوم فبتخيل مهما حاولوا يعملوا خطوات زي هيك عفوا من خلال المشاريع التنموية لازم يراجعوا سياستهم الخارجية ومواقفهم السياسية أيضاً أنتقل يليك دكتورة ما تأثير المال على موضوع الدبلوماسية العامة هل نستطيع أن نعمل دبلوماسية عامة بدون مشاريع وبدون دعم خارجي مشروط وكل هذه المواضيع ما رأيك بذلك؟ بأكد أنه طبعاً نقدر أكيد وجود الأموال والمصادر المختلفة بيساعد وبيعزز وبيقوي ولكن زي ما حكيت عنا بطولات وعنا قصص نجاح وعشان ما نجد حالنا كتير ما عليش لازم أحكي من خلالكم أنه فلسطين عملت بيكا اللي هي الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي نعم وهي يعني بتندرج كدائرة تحت وزارة الخارجية الفلسطينية وعملهم هو يعني بيستهدف الجماهير في العالم المنكوبة بيعانوا مثلاً من زلازل وشفنا يعني كتير من الأمثلة في دول بأفريقيا في مساعدات مثلاً لها دخل في الكوارث الإنسانية في أمريكا اللاتينية في تركيا لما صارت زلزال يعني في لها كان شغل وكان جميل وكان إيجابي جداً ولكن إحنا بحاجة للمزيد يعني دبل المساعدة العامة مرة أخرى مش ده من لازم بس يقومون فيها وزارة الخارجية أو الجهات الرسمية يعني ده أحكي لكم مثلاً مثال الملكة إيرانية الملكة إيرانية إحنا كان ممكن على المستوى الفلسطيني يعني أعذريني يا ملكة جائسية جلالة الملكة عبتعبير كان ممكن إحنا نستغل ظهورها ورسائلها أكتر في شخصيات كمان كتير تانية فنانين وممثلين عرب وفلسطينيين أو مؤثرين يعني اللي بوصلوا لمليارات المشاهدين والفولورز في العالم فهي شخصيات لازم إحنا كمان نبني عليها المال أكيد بساعد ولكن هو الحج للأسف اللي كتير من الدبل المساعدة الرسمية عندنا بيستغلوها أو بيتحججوا فيها هلأ بدناش نتقارن مع الهزبرة الإسرائيلية أكيد لأن الهزبرة اللي هي الوكالة للإعلام أو التواصل الإسرائيلي وتوظيفهم للتواصل الاستراتيجي في قلب الحقائق هي دائرة عندهم بمكتب رئيس الوزراء وضخوا فيها سنويا وبداية الحرب يعني مش بس دبلوا الميزانية يضعفوها يعني أضعف أضعف ولكن رغم ذلك تشير معظم التقارير إنه ما زالت الرواية الفلسطينية هي الأكثر انتشارا على مستوى العالم وهن سؤالي إليك زيد يعني مواقع التواصل الاجتماعي كيف ساهمت في هذا الموضوع كيف نقدر ندمج نوسع موضوع الدبلوماسية الرقمية على أبعد مدى من أجل دعم الدبلوماسية العامة له علاقة بالسؤال اللي قبله لأنه فعليا العمل الدبلوماسي الرقميه تطلب كثير من الموارد حتى أدوات زي بيكا كمان ما تطلب كثير من الموارد إنه موارد بشرية أنت عم تستثمرها عم تستثمر خبرات الفلسطينية اللي عنا منها كثير إحنا بس إذا نأخذ من قارن طبعا على المستوى الرقمي فعليا هي تكلفة جدا بسيطة يعني حتى إذا نقارن مع الجهود الحسبراء الإسرائيلية بالرغم أنهم بحطوا ملايين عليها ولكن نشوف أنها بتفشل على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب أنه في ضغط كبير من الفلسطينيين وحلفائهم بره بتفنيد البروباغاندا الإسرائيلية طبعا فالموضوع أنا برأيي ما إله علاقة كثير بالموارد المالية نحن فعليا لا نحتاج كثير منها عشان نعمل دبل الماسية رقمية أفضل والرواية الفلسطينية تظل طاغية طبعا وفيه أكثر من عامل يعني طبعا عامل استمرار الحرب وأنها طولت في غزة فبالتالي أنت بتشوف صور ضحايا ودمار من جانب واحد على سبيل المثال بالبداية كان من طرفين كان فيه فكان فيه تعاطف إلى حد ما طبعا مع البروباغاندا الإسرائيلية ولكن كلما طالت الحرب كما زادت تعاطف مع الفلسطينيين نفس الوقت كلما صارت حروب أكثر على غزة لأسف هي مش أول مرة كمان بصير فيه تراكم بالرأي العام الغربي وبصير فيه زيادة بنشر الوعي والمصادر موجودة يعني بغض النزع على البروباغاندا الإسرائيلية صاروا النشاطاء والفلسطينيين بالساحة الرقمية لحالهم يروح يطولوا روابط ومقالات ومعلومات بدون تنظيم بدون جهات رسمية وراهم عشان يحاربوا هاي البروباغاندا الإسرائيلية وبرأيي يعني البروباغاندا الإسرائيلية فشت إلى حد كبير بالفضاء الرقمي بشكل أساسي ولكن في محلات تانية ذكرت لي بصراحة دكتورة في قضية سابقة شفت على وسائل التواصل الاجتماعي عندما ذكرت قضية تغيير وتجديد الأدوات يعني إحدى الفيديوهات التي علمت على مستوى العالم وحظت بمشاهرات عالية ضخمة بشكل كبير قطة في قطاع غزة ما بين الردم تحاول الخروج من الردم كان انتشارها واسع أكثر من صور كتير للأسف ضحايا بشرية تقتل على مدار الساعة في قطاع غزة كيف تقيم هذه المواضيع؟ هذه الحقيقة هذه الحقيقة اللي إحنا لازم نصحصح لها إنه قداش إحنا كشعب فلسطيني منعاني وشهداء واعتقالات وأسرة واجتياحات كل يوم وبعرف إنه صعب علينا نتقبل هاي الحقيقة ولكن العالم للأسف يعني بتوصل لقلوبه وعقوله كتير أسرع باستعمال هاي الجوانب والأسف اللي حكيتها هي أكبر أكبر دليل ضروري جدا ندرك كل فرد فينا بغض النظر عن تخصصنا مسؤولية كل واحد فينا مسؤوليتنا أنا فيك تي ناس بيحكولي طب إحنا مثلا ما عنا وعي سياسي كافي أو مثلا ما منعرف ثقافتنا السياسية مثلا مش كبيرة معلش إحنا مش مطلوب منك تكون محلل سياسي مطلوب منك بس تساعد في نقل الحقيقة وأنا كمان هنا أنا متيقظة كمان لسياسات دولة الاحتلال وسياسات الترهيب والإرهاب يعني ممكن يعني اتهام دلال أو أحمد أو زيد أو أي حدا أنه إرهاب اليوم إذا مثلا نقلنا الحقيقة أو إذا عملنا تويت أو صورة أو بوست ولكن أنا بحكي طول ما مصادرنا موثوقة طول ما إحنا بنستند للمعلومات وتحليلها مش قلق قلب حقائق وطول ما إحنا مصدقيتنا عالية وفي مصدر موثوق لهذه المعلومة علينا فرد علينا دور كل واحد فينا كل واحد فينا عليه دور ومسؤولية يعني ما بدلنا نقول ما هو دور وزارة الخارجية ما هو دور السفير أوكي الكل عليه التزام والسفير هذا واجب والأخلاقي والقانون لأنه أصلا بتعابطة معاشوا آخر الشهر من الشعب الفلسطيني ولكن برضو إحنا كمواطنين فلسطينيين علينا مسؤولية ولازم ندرك أهمية دور الفرد لو تحدثنا زيد حول قضية أنه الإعلام أفوا ليس الإعلام التبلوماسية الرقمية والتبلوماسية العامة اليوم كيف تستطيع أن تتحرك اليوم في ظل هذا الحرب بلنا أن نتحرك بشكل أكثر جرأة لنقل أوسع تغطية عن الواقع الفلسطيني ما رأيك بهذه المعادلة؟ أنا برأيي التحدي كبير لأنه يصير في حظر على المحتوى الفلسطيني والصوت الفلسطيني بالوسائل الإعلامة التقليدية وكمان هلأ صورنا نشوفه على الوسائل الإعلامة الرقمية والتواصل الاجتماعي ولكن أنا برأيي الفلسطيني إلى حد كبير نجح أن يفرض حاله على كثير من هذه المنصات ويجب أن يكثف الجهود أن يفرض حاله ونرى مؤسسات وأفراد يحاربون هذا النوع من الحظر مؤسسة حملة ودائما هناك منصات مختلفة وبديلة يمكن أن تنخلق لنشر الرواية الفلسطينية والتحدي الحظر الذي يحدث علينا كفلسطينيين أنا بحب أن أضيف بالنسبة للسؤال الذي قبله في الوقت كبير الفلسطينية كنا نركز على عدد الأرقام وعدد الشهداء لأنه طبعا مخيف ومرعب وليس لازم يكون 20 ألف ولكن نركز على الأرقام وننسى القصص الشخصية أنسنة المواضيع ومشاركة القصص الشخصية لأنه مثلا لما أتلع أحكي مع شخص أوروبي لا يعرف ما يعني جدار لا يعرف ما يعني حاجز لأنه عمره ما عاشه وممكن ما شافه ولكن مجرد أن أحكي له أنا لا أستطيع أن أوصل إلى البحر ممكن يلاقي الموضوع غريب تجارب شخصية تجارب شخصية تكون مؤثرة كتير من أنك تحكي له 20 ألف 10 ألف 5 ألف لأنه للأسف بعد وقت معين من صفي هاي الأرقام تخسر معناها وهو واقع مر زي ما حكيتي دكتورة ولكن لازم نكون إحنا واعيين على المحاورة تزبط قصص البسة طبعا ممكن نتلم مشاهدات كثير أكتر من شهيد للأسف ولكن هذا اللي بزبط فممكن هذا اللي لازم احنا نكمل فيه اختلفت أدوات الخطاب والمضمون وكل هذه المواضيع 100-100 رسالة أخيرة اليوم منك زيد إلى كل شاب وشابة فلسطينية حول أهمية تطوير واقع التبلوماسية العامة في فلسطين وأثرها الإيجابي على القضية الفلسطينية كنا علينا مسؤولية على المستوى الشخصي حتى لو كان هذا الأثر كثير بسيط لو تشتغلوا على أنكم تغيروا عندك 50 متابع نحكي على صفحتك من أصدقاء في الخارج وحاولت أنك تشتغل على زيادة الوعي عندهم ودفعهم لأخذ خطوات يعني فاعلة هذا بيكون ممتاز بس بتخيل كل فلسطيني صار يقدر يوصل لهاي المنصات احنا شعب خصوصاً جيل الشاب بعرف الأدوات هالرقمية كثير مننا ربيع عليها حتى وصاروا يسمونه جيل التيك توك وإلى آخره فتخيل الأدوات والمساحة موجودة عندنا وزي ما حكيت علينا إحنا مسؤولية إنه نشارك قصص نحاول نأثر قد ما منقدر لو كان هذا على مستوى بسيط العملية كلها عملية تراكمية وممكن ما نشوف نتائجها الملموسة فورياً ولكن في وقت معين أنا برأيي منقدر نحصد ثمار هاي بجهود دكتورة الرسالة أخيرة إلى وزارة الخارجية تحديداً حول أهمية تطوير ورعاية بشكل أكبر للدبلوماسية العامة من أجل أفضل تأثير على مشتوى العالم الدبلوماسية هي القوة الناعمة ودبلوماسية لا تعني الانهزام ولا تعني الكلام الناعم ولكن تعني قوة المنطق والحق وإحنا الشعب الفلسطيني يعني زي ما حكينا كل ياتنا علينا مسؤولية ولكن بتمنى من وزارة الخارجية فعلاً ومن الرئاسة كمان لأن الموضوع لا يحتاج عبقرية إنفاذ القانون الدبلوماسي الفلسطيني لوحده إظهار الشعب الفلسطيني من مهارات وكفاءات ووجوه شبابية جديدة ولا كل فرد خلينا نركز إنه إحنا كشعب فلسطيني صامد قوي متعلم لدينا العديد من الأدوات وقصص النجاح الجميلة الجدابة لشعوب العالم خلينا نركز على كل ما هو إيجابي ما احترامي للجميع يكفي عويل ويكفي بكاء خلينا نحكي للعالم إنه إحنا لنلحق في الدفاع عن أنفسنا لنلحق في هاي الأرض لنلحق في الاستقلال وفي الكرامة وفي الدولة لنلحق أنه أنا إذا مولودة بالقدس أني أروح على القدس من غير حواجز لنلحق أنه إذا أنا بدأت أتعلم من بره ما تتعلق اللي سكلة شب تبيعتي بفيزا أو موافقة إسرائيلية هاي الحقائق والتفاصيل اللي العالم ما بيعرفها اللي يجب أن نوصلها للعالم ويجب أن نوصل للعالم كمان إنه كل شاب وكل صبية وكل طفل في قطاع غزة هم مثلنا وأنه غزة مكان جميل جدا وغني بالموارد الطبيعية والبشرية ولو فعلا منحت غزة الاستقلال والسيادة لكانت فعلا المنشط لا الاقتصاد الوطني الفلسطيني لكانت منتجة الشرق الأوسط ولو كانت الوجهة السياسية للعالم كله في الشرق الأوسط نعم إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة التي تحدثنا فيها عن التبلوماسية العامة والفرق بينها وبين التقليدية ودورها في فضح حرب الإبادة الجارية في قطاع غزة أشكر مدير برامج الخطاب العام والتواصل في مؤسسة مفتاح زيد عام علي والدكتورة دلال صائب عريقات الأستاذة الجامعية في الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي شكرا لكم على حسن المتابعة هذه تحياتي نزر حبش وإلى اللقاء أعطيكم العافية اشتركوا في القناة